بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معكم ميثم سرحان دس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط اتكلمنا في فيديوهات سابقة عن الفصل الأول شرحناه بالتفصيل وأيضا شرحنا القطع الموجودة في فيديوهات قطعة الزبون المحظوظ رقم 50 وقطعة سيارة البانثر اليوم رح نتكلم عن الجزء الثاني من الفصل الثاني طبعا مثل ما قلنا انه احنا ما نقدر نشرح كل الكتاب لاني اخذ وقت كل شي ويعني جاي نختار المواضيع المهمة المواضيع اللي تفيدك والمواضيع اللي ممكن تستفاد منها من خلال هذا الشرح أما بقية ممكن ان تستفاد منها في المدرسة طبعا وصلنا ذاك اليوم الى البيج رقم 17 وهناك العنوان يعني كتابي او انواع الكتب المفضلة اليه طبعا اكو يعني هي صفحة 17 مثل ما تشوفونها يعني مجموعة من الصور الخاصة بيش بالكتب مثل ما تعرفون يعني اكو كتب يعني هسا شو موادنا الدراسية مقسمة اكو يعني كتب هي روايات يعني يعني يسرد بها قصة اكو كتب تحكي لك حقائق اكو كتب علمية اكو كتب وكذلك يعني هناش عندنا اكو كتب مضحكة كوميدي او مثلا مسرحية مضحكة كوميدي شي سموها كوميدي يعني مضحك زين الادفانتشر مغامرة اكرر الكلمات اذا تريد تتطور بالانجليزي تحفظ الكلمات نقطر الصفر مغامرة ترافل سفر او يسافر همين تجي كفعل زين ديستينيشن مكان الوصول المقصد مالتك ديستينيشن زين التيل حكاية صغيرة اوكي حكاية اويك مستيقف زين هر اللي هي رعب اوكي فكشن خيالي زين فكشن يعني افلام الخيالي العلمي مثلا نسموه فكشن موفيز اوكي اللي بيها يعني فدأ اشياء هذي متعلقة بالاشرار ويجول من غير يعني من السماء فهذي يسموه خيال علمي فكشن نوفل اللي هي رواية ايبك ملحمة سينستر شرير فير خوف هذاني موجودات وين موجودات اسفل القطعة وقسم من يعني اسفل الصور عفوا وقسم موجود يعني تحت الصور هذاني الكلمات اللي هنه مهمات يعني لحد ما خاصة الكوميدي والأدبانتشر هذاني أنواع الكتب زيان بعد شنو خائف خائف شبرك اللي هو حطام السفينة شب فريك سيرفايفور الناجون الشخص اللي ينجي من تحطم سفينة لورد سيد طبعا هذي الكلمة لورد من سلسلة الأفلام الشهيرة الشهيرة اللي هو سيد الخواتم نسميه take off يقلع heart قلب discerning مميز journey رحلة evil شر destroy يدمر afraid يخشى footprint هي أثار الأقدام rings خواتم story قصة empty فارغ أوكي هزي شيريد من عندنا هو هذا بصفحة 17 يريد من عندنا شنو هذين الكتب اللي موجودات نقسمها her قلنا مخيف يعني رعب فيلم رعب comedy أو كتاب رعب comedy اليوم وابحك comedy travel يعني السافر fiction اللي هي قلنا خيال adventure اللي هي مغامرات أوكي فيريد ننطي كلمة المن الهذني يعني الكتب فأول وحدة عندنا الهر the black cat the black cat الهرة السوداء أوكي هذي مخيفة يعني فيلم رعب زين ال comedy اش تتوقعون من هي من عندهم من هو من هو آه مستر بين مو مستر بين اللي هو شنو comedy زين بعد ال travel يا هي اللي travel هنا من هي اللي travel الخاصة بالسفر هي destination ايجيبت هاية اللي خاصة مصر هي ل travel الفكشن هسا قلنا عنها the lord of the rings يعني هو هي سلسلة أفلام آه الادفانتشر روبينسون كروسو روبينسون كروسو هي طبعا من القصص الأولى بالتاريخ الإنجليزي أوكي تاريخ الأدب الإنجليزية والروايات فهذه تقسيم زين الآن ننتقل وين راح نروح الكتاب النشاط صفحة 22 شي قلنا شي يجد الكلمات لوصف كل نوع كتاب في لغز طبعا هي هذه find the words to describe each types of books and the word search then label them books label the books ثم بيننا الكتب طبعا الكلمات هي موجودة يعني تقدرون نطلعوها travel hair adventure fiction comedy story دعني كره الموجودات وبعدين يقل لنا شوفنا كلمة عمودية يعني goes down يعني تجي من الأعلى إلى الأسفل الآخر سطر آخر سطر آخر سطر هي كلمة character character يعني هو الشخصية أو مثلا خلنا نقول شخصية film أوكي هي هاي الشخصية شخصية مثلا Superman شخصية كذا شخصية في film أوكي فهذه الكلمات اللي موجودة من خلال puzzle تطلعون الكلمات جواها طبعا نهم إن احنا خلينا الصور مثل ما سوينا لي فوق وهو رأيت إنه تكتب جواها المهم يعني هو الغرض من عنده تتعلم شون تكتب ذن الكلمات ضروري تعرف شون تكتب هم بعدها صفحة 23 صفحة 23 يقول اكمل مقالة بفعل من الصندوق استخدم كل كلمة مرة واحدة عدنا didn't like يعني لا يحب سرح نشرح لشنو didn't like اللي هي بالماضي عدنا go عفوا go موجودة go عدنا got قبلها يعني يحصل go يذهب read صير read في الماضي take off يعني يقلب was called يعني دعي was made of كان قد صنع من went ذهب where where طبعا هنا where was were called هنا فارز ما بينا ثم يعني where وحد was وحد طبعا هذا التمرين ما رح تقدر تحله الآن هو هذا الحل مالتل الغرض من انه خلا شوفكم الحل لازم نشرح شنو لازم نشرح الماضي حتى تكون عندك يعني معرفة وترجع تحل هذا التمرين رح نشرح الماضي ورح نشرح المضار الأزمنة حتى تعرف شو وقت تستخدم was cold كان يدعى where خلنا أقرأ لكم طبعا هنا recently يعني مؤخرا إذن هو قاريها I read an interesting book recently هنا read بالماضي سر read يعني هي نفس الكتابة بس اللفظ مالتها يختلف it was called the mountains of the moon mountains of the moon يعني اللي هي شنو جبال القمر it was science fiction story قصة خيال علمي it was a science fiction story قصة خيال علمي the main characters الشخصيات الرئيسية the main characters were jim and mary طبعا إذا جمع نستخدم where cano أوكي هسا تفتهم أكثر إن شاء الله من نشرح الماضي the main jim and mary خلونا نعوف هذا التمرين ونرجع إليه بعد ما نشرح الماضي حتى تكون الصورة واضحة لكم work or play طبعا صفحة 18 work or play أعمل أو يعني work يعمل أو يلعب أوكي يلعب هنا دور في مسرحية يعني هم عندهم يلعب play تلعب كرة قدم وplay music تلعب على يعني تعزف موسيقى وplay a role in مثلا in a movie وتلعب دور في مسرحية كلا play أوكي this is Lucy Fisher هاي اللي بنية اسمها Lucy Fisher وعليها قطعة القطعة حاليها احنا فيديو آخر يعني غير هذا الفيديو تلقي الشرح كامل على قطعة Lucy طبعا هو هذا التقريب هاي نحكي نهاية يعني بهال فيديو هذا رح ننهي الفصل الثاني من نسوي فيديو آخر على الفصل الثاني لين عندنا فيديو وين نسيهن على قطعة Lucy وقطعة الهوايات اوكي اللي هي بنهاية الفصل على العموم انت شون تطلع الفيديوهات كل هذا تدخل على القناة بس تكتب ميثم سرحان تدخل للقناة بعدين هناك بالقناة رح تلقى قائمة تشغيل تروح قائمة تشغيل دروس شرح دروس صف الثالث المتوسط وتلقى مجموعة الفيديوهات المهم نرجع هذه Lucy Fisher هي ستار شنو نجم شنو نيو تيفي كوميدي كوميديا يعني مسلسل كوميدي تيفي يعني من تيفي عرض بالتلفاز بعض ستودين 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 ها بعض الطلاب شي جاي سوون جاي يقابلوها match the question and answer هذه Lucy مثل ما قلنا طابق الأسئلة مع الأجوبة خلين صورة أمامك صفحة 18 أو يريد الأجوبة والأسئلة طبعا هو السؤال الأول How are you How old are you سهلة I'm 16 مو موجود عام 16 قبل الأخير زين What character do you play شنية الكاركتر ما هي الكاركتر قلنا شنو الشخصية اللي أو الدور اللي تلع به character I play the part of Samara ألعب شخصية Samara دور Samara زين السؤال اللي بعد What kind of TV programs is it شنو هذا أي نوع من أنواع TV programs It's a comedy هو comedy أوكي هو مضحك مسلي comedy زين How did you get the part How did you get the part شنو حصلتي على الدور كيف حصلتي على هذا الدور I saw a poster at school رأيت بوستر في المدرسة يعني هي شافت البوستر رأيت بقدمت وانقبلت How long did it take إش قد أخذ Six months إش قد طول هذا المسرحية العمل التلفزيوني الكوميدي ستة أشر هنا مثل ما تشوفون يعني أجوبة Lucy وين بالماضي بالمضارع نعدد So صارت So So يعني I saw أنا رأيت زين نجي هنا أول شيء present simple tense زمن المضارع البسيط جو القطعة هذا شوفون كاتبنا نسوينا قسم present simple و past simple يعني مضارع وشنو وماضي زين هو شيء ندمنعدنا بالكتاب يقول Asking about the present and past الأسئلة بالمضارع وفي الماضي شون تسعى عن تسعى الشخص بالماضي زين هذا المضارع البسيط يستخدم حتى تتكلم عن أشياء يومية السوية فدأ أشياء متكررة بعد يقول يومية الصبح أنا أقعد الساعة بالسبعة الصبح يومية أتناول الفطور في كذا ساعة يومية ألعب في كذا فدأ أعمال تكرار يومية السوية أو روتين يومي والأشياء اللي تيجي وراها هي always often usually sometimes never every طبعا نحن لدينا أيضا فيديوهات كاملة عن الأزمنة شارح بها الأزمنة كل اللي يريد يروح يتابعها أيضا موجودة على القناة فهنا هذا زمن المضارع البسيط مثل ما قلنا نتحدث به عن أشياء نسويها يومية تكرار شون الشغل المميز الشيء المميز الشيء المميز إذا كان الفاعل مفرد he he أو she أو it هذول إذا كان الفاعل مفرد ما لا تهم الفعل اللي ييجي وراهم مثل work يأخذ works يصير s هاي الفعل المفرد يأخذ s زين الفاعل ذا he يعني من هو مثل علي الفاعل له she من هو she مثل هدى it من هو it مثل القطة أو المصرف أو السيارة شيء غير عاقل زين بعد شنو زين إذا كان الفاعل يعني الفاعل اللي يسوي الفاعل العمل i lo you lo we lo they شنخلي كيش منخلي الفاعل يبقى نفسه i work you work we work they work أوكي إذن القضية وما بي إنه إذا كان الفاعل she lo he lo it الفاعل ما لتأخذ s هاي هي هاي واحدة من الأشياء زين هاي بحالة المثبت مو إذا أريد أن فيها طبعا النفي بالهذا يكون doesn't بالshe والhe والit doesn't إذا she lo 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 it شنو doesn't she doesn't he doesn't it doesn't she doesn't he doesn't it doesn't أوكي زين إذا الفاعل i you we they what do not do not or don't أسهل أكيد زين إذا كان سؤال جاي أسهل طبعا هاي خليها ببالك كل زمن إلى فعل المساعد بفعل مساعد بيتنفي وبيتسهل هسا إذا كان عندي what where when how why ذن الأدوات السؤال اللي تجي بالبداية مباشرة يجي وراه do إذا كانت أحتي عن المجموعة يا هي المجموعة الثانية اللي هي I would you would they will we أوكي do what do they like where do you go الغرض من هذا إنه أنت شوف شنو الفاعل المساعد يجي مباشرة ورا أدات السؤال أوكي مننفسهم إذا كان she أو he أو it راح نشنو does want does want أوكي مثلا what she أو طبعا هي هذه لازم إذا كان عندني يعني سير بالعكس what do أو what does she want or where does she go أوكي فالقصد القصد هذول إذا إجهوا هذا يقول خلي هذه الجمل بها زمن المضار البسيط زين علي سامي دولة ثنيا ستري together every day present سمبل سويها بلا present سمبل كل شي ما سوي بس تقول أحمد سامي ستري ليش لين لين عدي أحمد سامي ثنيا دولة مو واحد حتى خليل مو إس الجمع أوكي عفوا إس الشخص الثالث هكذا هي القضية يعني بالنسبة لهذه الأمثلة سهل يعني ما أعتقد بشي لأنه مكرر يعني من الخامس ابتدائي ال present سمبل أما بالنسبة للماضي حتى الأنتوخ عدنا فعليا فعلا خليل إيدي يصير ماضي هسا نحن بالعربي مو عندنا يذهب شنسوي لها حتى نسوي لها بالماضي ذهب مو يكتب شنسوي كتب بالانجليزي بس تخلي الفعل إيدي حتى يصير بالماضي زين كل الأفعال تخلي إيدي لا مو كل الأفعال أكو أفعال شاذ هذين شون عرفون الأفعال شاذ لازم تحفظ تخلي لك مجموعة طبعا هي بالأول متوسط بالذكر أو بالثاني متوسط بالثاني متوسط عدكم الأفعال الشاذ اللي بالماضي وهذا أيضا موضوع مكرر زين شنو الأشياء اللي يدللي على هذا الزمن يستردي البال حصار لاست الماضي اقو مضى في الف وتسعمية وثمانة وثمانية وثنين وثنين وتسعين أي نوع أي تاريخ معين في الماضي يدللي على الماضي هنا عدي طبعا ال 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 الأفعال ال ال بالنسبة للماضي تصير الآي تأخذ مو هناك كانت تأخذ آم ي وال وال ي يأخذ ال وهي وال تأخذ و فهذا القضية يتحول هو ينطيك يا ب بالامتحانة هنا عدنا امثلة شاهدت التلفزيون ليلة البارح طبعا هذا يجنب البداية كسؤال معناها هل 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 هو هل 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 حتى هل في لن نستخدم DIDN'T هناك نستخدم ال لا بالمبارح بالنفي للماضي نستخدم DIDN'T OK DIDN'T DIDN'T شي يجب لك هدا work hard yesterday. يريدك تخلي الفعل بالشكل الصحي. تقول yesterday يعني البرح. إذن لازمش أسوي الفعل بها زمان. أسوي الفعل بالماضي. فأقول هدا worked hard yesterday. طبعا اللفظ يختلف. worked. صير. هدا worked hard yesterday. زين. ليلى go to the park last night. ليلى راحت للبارك last night. لازم الفعل يصير بالماضي. لأن راحت للبارك ليلة البارحة. فأش أقول ليلة went to the park last night last day. أوكي. أول بارحة last day. فهكذا القضية. إنه الفعل تخليه بالشكل الصحيح. فقو صارت شنو؟ صارت went. زين. I be late last night. زين. هنا من شفت be last night. إذن لازم تحول الbe المن إلى الماضي. الماضي مثل ما قلنا ماضي الbe هو شنو؟ الweer والوز. الweer والوز. الweer والوز. هس أخذناها. فأي وز late last night. I was late. طبعا ليش اختار لنا موز لنا they be at home last week. هما كانوا في البيت الأسبوع الماضي. إذن they were at home last week. ليش كنا where. ليش البيت شكلها هاي البيت بالماضي. إلها شكنا. إلها شكل هذا. وإلها شكل هذا. إلها ووز. وإلها وير. أوكي. إذا الفاعل جمع استخدمنا where. إذا الفاعل مفرد استخدمنا was. they were at home last week. وكذا. أوكي. طبعا نرجع التمرين. التمرين اللي قلنا ان تركي. التمرين هو كان في صفحة 22 من الكراس. يعني كله عن الماضي واستخدام الماضي. هذا هو التمرين. هنا I've read لازم an interesting book recently. ما تتغير. وهو شنو الأفعال الموجودة هنا. يعني أمامك. يريدك تدخلها بالصورة الصحيحة. أوكي. بس أنت من تجي هو يطيك الفعل بالأساس. يعني الفعل ما بإضافة يطيك يا غالبا. فأنت تدخل عليه الإضافة من خلال الجملة. شوف الجملة بالماضي. it was called the mountain. يعني كان يدعى. كان يدعى. it was science fiction story. إنه عن كان عن الخيال العلمي. the main characters where. شوفها سنا الصورة أوضح. where. the main characters where. كانوا. جيم and ماري. they were. ليش where. لأن called. لأن ال where. they عندنا جمع. زين. take off into space. وهكذا. they went للماضي. to the moon. they went to the moon. هكذا يعني التأتيب. مالتها لأن. يتكلم بالماضي. فما يصير. they go. يقول. they went to the moon. they found. وجدوا. أوكي. a mountain on the moon. وجدوا جبلا على القمر. it was made of gold. كان مصنوعا من القول. دني لازم نحفظا ضروريات. يعني. they got lots. they got lots of the gold. حصلوا على العديد من الذهب. آه كذا. it was very sad. I didn't like the end. it was very sad. كانت جدا معزنة. هذا الحل مالتمرين. اللي هو بصفحة 23. آه تمرين. آه على ما اعتقد هو. آه تمرين. آه بي. تمنى اكون ان شاء الله الفيديو عجبكم. ملاحظاتكم. آه ممكن ان تبعثوها على آه الواتساب. او الفايبر. آه او مرسلتي على صفحتي على الفيسبوك. ميثم سرحان. او هنا على اليوتيوب. تعليقاتكم. جدا مهمة. حتى نعرف انه جاي تنتفعون من اللي جاي القدمة. او آه مو مفيد. او انطور فتشي معين. آه ولا تنسون مشاركة الفيديو. لايك شير سبسكرايب. آه في امان الله وحفظها. مع السلامة.